هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع والترزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بشرعة وشهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع سلام عليك حياك الله عزيز المشاهد في تكمل سلسلتنا اسرار ونصايح واخطاء في لعبة الدن رينج شكرا على دعمكم باللايكات غير كذا شكرا لكل من تفاعل بالسلسلة وكتب لي نصيحة أو سرب من اسرار اللعبة في الكومنتات الماضية طبعا راح استعرض لكم اياها وبس لنطول المقدمة هكثر ونقول بسم الله وانتدقات الانميز دائما انتبه اذا طلع هذا الشعاع لزرق يعني فيه دروب ايتم صار غير كذا بعض الاحيان يمتخذ بعض الايتمات ما تدري كيه سلاح ولا ابرة ولا تلزمن فنصيحتي اي ايتم تشله دائما خل عينك هنا على اليسار بتعرف اش الشي اللي خدته سلاح ولا غيره غير كذا فيلم بنتوري راح تعرف وين تصنف او وين نحط هذا الشي البف والدي بف دائما يبين عندك على اليسار وبعض الاحيان تلخبط ما تدري هذا ويش سببه او هذا هل هو موقت او دائم لو تركزون اخوان بتحصلون الخلفية هي مربع يجيك نجمة فاللي يجيك مربع هذا افكت دائم واللي يجيك الديموند هذا تمبراري او موقت البوصلة او الكومبس اهميتها جدا كبيرة والعلى همها اذا مت وضيعت وين مت اخر مرة هذي راح تدلك وين موجود الرونز غير كذا اذا تتابع شرح مهب واضح زي شروحاتي ممكن انك تتبع الكومبس وانا مسرع المقطع ولا شي وبتقدر تعرف الاتجاه اللي انا ماشي فيه اذا كانت المنطقة مفتوحة او اضيئ كثير من الشباب افتقدوا فيا او رينا يعني ما لقوهم في الماب ويحلفون لي في كومنت انه ما قتلوهم اتوقع يا عزيز المشاهد اللي صار لك كذا اختفت الشخصية يا عزيز المشاهد ممكن انك دخلت فايت قريب منها خصوصا رينا ترى في بداية اللعبة ممكن هذاك ابو حصان كان يدخل لين الشيرتشوف اليه المهم عوضين خير في بعض الشخصيات للأسف ما تنعات فما لك الله الصبر والتختيم الثاني اذا ما تعرف ترى فيه مرايه موجودة في غرفة فيا في الراون تيبل هو اللي يمديك تغير فيها شكل شخصيتك الخارجي الجولد سوينغ نيدل هذه الابرة هي اخوان الذهبية جميلة جدا ومتوفرة في اللعبة بسهولة يمديك تاخذها اذا كان عندك درع معين حللته ما ودك تغيره ممكن انك تضيف عليه شوية تلمسات او تغيرات بسيطة وهذا الابرة برضه مرتبطة بكوستاين القرد اللي اسمه بوك ممكن تحصلها في هذه الاماكن هو يتنقل بين اماكن كثيرة وممكن بعد ما تقابل هذا القرد في عدة الاماكن اللي راح حطركم اياها راح يمديك تعدل الملابس حقك مجانا واذا ما حصلت في هذه الاماكن ممكن انتقل الى المكانين اللي بحطركم اياها اذا فتحت الماب وعلمت على المكان ووصلت هذا الوجهه يفضل انه تمشي من عند هذا السهم وهذا راح يوفر عليك انك تفتح الماب وتخفيه او انك تتلخبط مع اسهم ثانية بعدين يوم توجه الويت نايف هذه اغلبكم يعرفها اللي هي من بداية اللعبة انك تفتح الصندوق وتاخذها ومن هناك راح تقدر تبدأ تستخدم الاش وفور لكن اللي ممكن ما تعرفونه انه فيه منها الايرون، غلينستون، ريد هوت، ويت بلايد ففيه منها انواع راح تفتح لك ميزات يوم تيجي تطور الاش وفور غير كذا من افضل اماكن اللي تشتري فيها بدايات اللعبة الاش وفور انك تتوجه الى الور ماستر شاك راح تحصل كثير من الاش وفور ورخيص يمدك تشتريه وتستفيد منه بشكل جدا كبير ولعل اكثر واحد مفيد عنده اللي اسمه نو سكل حرفيا ممكن تستغربون من الاسم انه نو سكل لكن فايدته انك يوم تركبه على شيلد عندك عادي راح يصير الديفولت او الاساسي الاش وفور على سلاحك مب على الشيلد اذا ما كنت تعرف ترى فيها الغاز انضافت في لعبة هلد الرينج ومن اجملها الغاز الرسام هذه الرسمات مجرد ما انك تتفاعل مع اي واحدة فيهم هذا اللغز بدأ معاك او المشوار بدأ معاك طبعا اللغز انك تجيب هذا المكان اللي مرسوم داخل اللوحة اذا انت فرفرت في العالم كفائية بتتذكر الاماكن وبتروح وراح تجيك مكافآت حلوة طبعا هم فيها الغاز كثيرة بس اذا خلصت الاول راح تحصل على هذا الهلمت او الهيد بيس سكارب اللي راح يزيد لك دمج التعويذات ففي امور حلوة كذا صعب اني استعرضها كلها الحين في مقطع النصايح ولكن نصحكم انكم تستكشفون على اللقاز اذا ما كنتوا تعرفونها لانها شي جميل صراحة ويستاهل مقطع النصايح صراحة عجيبني لاني اقدر اخذ راحتي اغطي امور كثير او اعطيكم روس اقلام وممكن انتوا تعرفون وش الشي اللي ما تعرفونه وتبحثون عنه فاتمنى يا شباب طلعت بفايدة ولو وحدة لا تنسوني باللايك وشكرا لمن تسمين القناة وكل من دعمني بلايك واشتراك وكمنت شوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته